السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف العاشر حياكم الله بمتابعة دروس التربية الاجتماعية ومادة الجغرافية نود أنا وأنتم نعيد موضوع الصناعة المتعلقة بمادة الجغرافية في بداية الأمر ما المقصود بالصناعة هي تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها وجعلها أكثر ملائمة لحاجات الإنسان متطلباته تعد الصناعة ذات أهمية بالغة في تطوير الدولة قلنا بكونها ترفع من مستوى المعيشة وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة تطوير النشاطات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني ما هي أنواع الصناعة؟ عندي تحويلية وعندي استخراجية تحويلية اللي بتعتمد على تحويل المواد الخام من شكل لآخر وعندي مثل الجلدية والكيموية والبلاستيكية المطاطية خشبية أما الاستخراجية اللي بتكون في باطن الأرض وتشمل الصناعات التعدينية ما هي مقومات الصناعة؟ عندي أيدي عاملة رأيس مال أسواق موقع ومواد خام ما هي أهمية منتجات قطاع التعدين الأردني؟ نبدأ بموضوع الأسمنت الفوسفات بوتاس أسمدة كيموية ما هي صادرات الأردن إلى الخارج؟ عندي صناعة أدوية استخراج الفوسفات والبوتاس والأسمدة طيب كل ذلك ما المقصود في الميزان التجاري؟ هو الفرق بين كمية المستوردات وقيمة الصدارات الكلية أصبحت الأردن مركز جذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة الصناعة وذلك بسبب إن دل دل على الموقع الاستراتيجي للأردن وتمتعه بعامل الأمن والاستقرار إيش المقصود بالمدن الصناعية؟ مناطق مخصصة مخططة لها لغرض التنمية الصناعية ما هي أهمية المدن الصناعية؟ جذب الاستثمارات الخارجية توفير لفرص العمل، نقل التقنية وتوظيفها، تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المفتوحة وتطوير الصناعات إيش التحديات أو ما هي التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في الأردن؟ إن غياب الشركة الحقيقية، الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام أزمة مالية عالمية أثرت سلبا على قطاع الصناعة ومنها كورونا في الوقت الحالي ارتفاع أسعار الطاقة، تغيير السياسات بتغيير الحكومات وتغيير السوق المحلي وانخفاض القدرة على منافسة المنتجات المستوردة لديكم طلاب الأعزاء ورقة عمل بعتها بي دي اف أتمنى أنك تحلها وترسلها على المنصة وإن شاء الله بحصة زوم نناقشها سويا أنا وأنتم رح نتحدث عن مقوميات الصناعة، لماذا يعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية إيش الفرق بين الزراعة البعلية والزراعة المروية وهو الدرس السابق اللي إحنا قمنا بمراجعته التحديات التي تواجه الزراعة في الأردن من معلومات في الدرس السابق فرق بين الصناعة التحولية والصناعة الاستخراجية والمدن الصناعية في الأردن إيش أهمها والتحديات اللي بتواجه الصناعة في الأردن دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته